استهدفت ميليشيات الحثي المدعومة من إيران ظهر اليوم الجمعة مدينة مارب بصاروخ باليستي وسمع دوي انفجار عنيف جراء سقوطه في حي السكني بالمدينة وقال شهود عيان أن انفجارا عنيفا هز حي الروضة في مدينة مارب جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحثية عقب خروج السكان من أداء صلاة الجمعة وأشرت المصادر إلى أن الصاروخ سقط في حي الروضة السكني دون أن يعرف على الفور حجم الأضرار التي خلفها مع تأكيد بوجود إصابات من المدنيين ويتزامن إطلاق الصاروخ الحثي مع تصعيد واسع نفذته الميليشيات الحثية في جبهات القتال بالمحافظة وسط خسائر فادحة تتلقاها ميليشيات الحثي في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني والمقاومة وإسناد طيران تحالف دعم الشرعية وبحسب مصادر عسكرية فإن الميليشيات الحثية كلما تلقت هزائم وصفعات على هدى أبطال الجيش الوطني وتخسر مقاتلها في جبهات القتال تعود للانتقام باستهداف المدنيين الأبرياء وضرب الأحياء السكنية والمشاءات المدنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر